ما زالت الأحداث في محافظة نينوات تتسارع والمستهدف حالياً هي الأوقاف السنية التي يريد ديوان الوقف الشيعي الاستلاع عليها بحجة تبعيتها إليه الحادثة تفجرت أجواء الاحتقام في المحافظة مع الاتهامات الموجهة للوقف الشيعي باستخدام ميليشيا الحجد لتهديد موظفي التسجيل العقاري في الموصل بحسب ما أكده عضو لجنة تقص الحقائق في نينوى أسامى النجيفي ظهرنا لك بعض عفاء النفوس الذين يريدون إعادة ما كان عليه مدينة الموصل من الفوضى فتجاوز بعض عفاء النفوس على ديوان الوقف السني وكم هو معلوم أن هذه الأملاك أملاك وقف النبي يونس عليه السلام أو أملاك الوقف في جامعة النبي أش foram عليه السلام وكذلك بعض الأوقاف في داخل مدينة الموصل القديمة وبعض الأوقاف في أطراف مدينة الموصل ديوان الوقف الشيعي يدعي بل ويبرر بالقول إن الأملاك المراد الاستيلاء عليها تعود لوزارة أوقاف النظام السابق المنحلة بينما يؤكد ديوان الوقف السني امتلاكه وثائق تشير إلى عائدية هذه الأملاك إليه طرحنا لديهم كل الوثائق التي لدينا من الحججة الوقفية وشرط الوقف وقلنا لهم الكلام الذي في هذا الأمر هو واضح جدا فهي موقوفة من أحد ولاية الدولة العثمانية ومن ماله الخاص وبذلك تكون عائدة إلى ديوان الوقف السني حكومة عادل عبد المهدي الغائبة الحاضرة عن كل ما يجري في العراق تقول إنها أوقفت جميع عقود الاستثمار بأوقاف نينوى حتى حل النزاع في الوقت الذي يشير قائم مقام الموصل أن ما يجري هو نتاج العملية السياسية التي قسمت الأوقاف الإسلامية في العراق يعني المدينة الموصل وبعض المدن الأخرى والعراق بشكل عام قد دفعت الثمن غاليا جدا بسبب المسميات المقيتة التي رافقت حقيقة العملية السياسية وأيضا إثارة الفتنة الطاعفية والمذهبية في هذا البلد ليست الأوقاف السنية وحدها المستهدفة في نينوى فالعديد من عقارات السنة والمسيحيين لاقت المصير ذاته وخصوصا في المدينة القديمة بالموصل وسهل نينوى ليبقى الثمن الذي يدفعه أهالي المدينة هو الأعلى جراء الحرب التي دمرت الموصل باسم مكافحة الإرهاب لتليها محاولات ميليشيا الحجد والوقف الشيعي لأحداث تغيير ديمغرافي في المحافظة لا تزال الحكومة في بغداد تصمت عن وتؤخر الفصل به لصالح تلك الميليشيات التي أصبحت هي اليد الطولة في العراق ما دامت تأتمر بولاية الفقيه وترعاها طهران